أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة التي نختمها بالدعاء لإخواننا المنطوبين والمأزومين أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء وبرحمته التي وسع كل شيء أن ينطف بأهلينا في غزة يا رب اللهم ألطف بهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اربط على قلوبهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا يا رب العالمين اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائهم اللهم خالف بين قلوب أعدائهم اللهم أنزل على أعدائك وأعدائهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إن عدوك وعدوهم في الأقصى طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا صوت عذاب إنك لب المرصاد يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بملكك الذي لا يرام وعزك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تلطف بإخواننا في غزة يا رب العالمين اللهم أطهم جائعهم وآمن خخائفهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم آس جرحاهم ومرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم واجعل تدمير أعدائهم تدميرا لأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين